بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار أما بعد إخوتي واخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه أيام مباركة يلتمس فيها كل مسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بخير ما يحضره من عمل صالح وفي قمة هذه الصالحات أن يتوجه وفد من المسلمين إلى تلك العرصات المقدسة والأرض المباركة عن مكة والمدينة من أجل أن يقوموا بشعائر الحج استجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام الذي قال له ربه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إخوة الكرام أحكام الحج وآدابه قد مضى بيانها في دورة قدمت من خلال منصة هذه الأكاديمية المباركة لكن الكلام في هذه الحلقات إن شاء الله سيتناول آدابة وأحكام زيارة المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه وذلك لأن أغلب الحجاج يقصدون المدينة المنورة قبل مناسك الحج أو بعدها من أجل أن يزوروا المسجد النبوي المبارك والقبور الشريفة كالقبر الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذلك يزورون مقبرة بقيع الغرقد التي ضمت نحو من عشرة آلاف من الصحابة الكرام ثم يزورون مقبرة شهداء أحد التي ضمت سبعين من الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان هذه المدينة المباركة التي هي ثاني المدن المقدسة عندنا معشر أهل الإسلام لزيارتها ولسكناها آداب وأحكام يأتي بيانها إن شاء الله لكنني أقول في مقدمة هذا الحديث بأن الحج من أركان الإسلام وفرائضه العظام وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرضيته فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام حتى رددها الرجل ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أجمع المسلمون من خلال هذا النص النبوي على أن الحج ليس فريضة سوى مرة في العمر فإن العبادات عندنا عبادات يومية كالصلوات الخمس وعبادات حولية كالصيام والزكاة وعبادات عمرية كالحج والعمرة فليس الحج واجبا سوى مرة في العمر وكذلك العمرة على قول من يقول بوجوبها اللهم إلا إذا نذر الإنسان حجة أو عمرة فإنها تكون واجبة بإيجابه إياها على نفسه لا أنها واجبة من الله عز وجل ابتداء فليس الوجوب متعلقا إلا بالمرة قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الحج من فوائد دنيوية وأخروية فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد من فوائد الحج الدنيوية أن الذي يكثر من الحج والعمرة الله جل جلاله يجنبه الفقر وربنا سبحانه لما شرع الحج قال ليشهدوا منافع لهم وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس ليس عليكم جناح أي في مواسم الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم وذلك خلافا لما كان يظنه أهل الجاهلية من منع التجارة في منا وعرفة وغيرها من العرصات المباركة إخوتي أخواتي الحج أجره عظيم وثوابه جسيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وثبت عنه أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته المباركة سوى مرة واحدة كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام مع أن الحج قد فرض في السنة السادسة من الهجرة قال أهل العلم لأن مكة المكرمة كانت الكعبة فيها ملوثة بالأصنام التي حولها وبممارسات المشركين الذين كانوا يحجون ويعتمرون فقد كان حول الكعبة المشرفة ثلاثمائة وستون صنما مثبتة أقدامها بالرصاص فلما فتحت مكة في العام الثامن من الهجرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قضيب وجعل يشير إلى تلك الأصنام وهو يقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه فطهر الله الكعبة المشرفة من تلك الأوثان لكن ما زال المشركون يحجون ويعتمرون يطوفون بالبيت عراه ويلبون تلك التلبية الشركية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فلما كان العام التاسع من الهجرة خرج المسلمون حجاجا بإمرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه ثم لما قطع المسلمون شوطا من مسيرهم أنزل الله عز وجل في سورة التوبة قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه فلحق بأبي بكر في بعض الطريق فقال له أبو بكر رضي الله عنه أميرا جئتا أم مأمورا قال بل مأمورا ثم تلا هذه الآية فأرسل أبو بكر رضي الله عنه ناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان فطهرت الكعبة من تلك الشعائر الشركية وتلك المظاهر الوسنية فلما كان العام العاشر أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج يقول جابر فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرج عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال لها اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي المسجد الذي في وادي ذي الحليفة ثم استوى على ناقته القصوى حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يقول جابر رضي الله عنه فنظرت إلى الناس ما بين راكب وماش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وكانوا يلبون فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا الفواضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم من ذلك شيئا ولا يفارق تلبيته إلى آخر حديث جابر رضي الله عنه الطويل وهو في صحيح مسلم إخوتي وآخواتي الحج فضائله معلومة وأحكامه معروفة غير أن الذي يلزم التنبيه عليه في هذا العام تحديدا أن يقال لمن حج حجة الفريضة بأنه ما ينبغي أن يذهب إلى حجة النافلة في هذا العام بل يوجه هذه النفقة إلى إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وذلك لوجوه الوجه الأول أن هذه الحجة حجة تطوع حجة تنفل طلبا لمزيد من الأجر وأما بذلنا أموالنا لإعانة إخواننا فإن هذا جهاد بالمال واجب وقد أجمع أهل العلم على أن الواجب أحب إلى الله من النافلة لأنه جل جلاله خاطبنا بقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الفريضة أحب إلى الله من النافلة والواجب أحب إلى الله من التطوع ثانيا قد أجمع أهل العلم على أن العبادة المتعد نفعها خير من العبادة القاصر نفعها فهذا الذي يخرج إلى حجة النافلة إنما نفعه لنفسه يرجو الخير لنفسه أما إخواننا هؤلاء الذين يرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس فإنما عبادتهم هذه يتعدى نفعها إلى المسلمين جميعا الوجه الثالث إخوتي وأخواتي أننا نخرج إلى الحج تعظيما لحرمة البيت الحرام ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في كل عام يشكل المسلمون وفدا من أجل أن يذهبوا إلى تلك العرصات المقدسة فيحيوا هذه الفريضة ويعظموا بيت الله الحرام وغيره من المشاعر وهذا الوفد والحمد لله يتحقق بهؤلاء الذين يخرجون لحجة الفريضة ولا يمكن أن يرضى المسلمون ويسكتوا أن ثالث مقدسات المسلمين في أيدي هؤلاء اليهود اللئام في كل يوم يدنسونه ويقيمون فيه شعائرهم الشركية ويؤذون عباد الله المؤمنين من العاكفين والمصلين والركع السجود ثم بعد ذلك يبقى المسلمون في جمهورهم مشغولين بالنافلة فضلا عن من يشتغلون بالمباحات أو بالمعاصي أقول ما يقبل هذا عند الله عز وجل ثم رابعا مما يرجح ترك حجة النافلة في هذا العام أن علماءنا قرروا أن ما يخشى فواته يقدم على ما يمكن تداركه بمعنى أن العبادات إذا تزاحمت ولا يمكن الإتيان بها كلها فإنه يقدم ما يخشى فواته على ما يمكن تداركه مثال ذلك يوم الأحزاب لما حوصرت المدينة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشغولين بمدافعة هؤلاء المشركين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزعجا يقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال عليه الصلاة والسلام وأنا ما صليتها بعده ثم قال قاتل الله المشركين ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم قام إلى بطحان بعدما غربت الشمس فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى بأصحابه العصر أي قضاء ثم أمره فأذن فأقام فصلى بهم المغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلم أن صلاة العصر واجبة لكن يمكن تداركها قضاء أما هذا العدو الذي يريد أن يستأصل الإسلام وأن يبيد المسلمين فإنه لا يمكن تداركه وكذلك لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه المسلمون يعلمون أنه إذا مات واحد من أحاد المسلمين فأوجب الواجبات أن يقوموا على تجهيزه تغسيلا وتكفينا وتشيعا وصلاة ودفنا لكنهم أجلوا ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شغلوا بما هو أوجب وهو تنصيب خليفة يدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه الكلمة ويكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فكانت البيعة الخاصة ثم انتقلوا إلى المسجد فكانت البيعة العامة ثم بعد ذلك التفتوا لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين ضحى وما دفن عليه الصلاة والسلام إلا ليلة الأربعاء لماذا؟ لأنهم تفقهوا في الدين وعلموا أن العبادات إذا تزاحمت فإنه يقدم ما يخشى فواته على ما يمكن تداركه ولذلك خطابي لأغنياء المسلمين ومن بسط الله لهم الأسباب ويسر لهم الأرزاق بأن يؤجلوا حجة النافلة وما أقرب أن تأتي الحجة في عام آخر إن شاء الله ولو أن الواحد منا قد اخترمه الموت وانتقل إلى ربه فأجره مكتوب لأن أي عبادة ينويها المسلم ثم يحال بينه وبينها بالموت فإن أجره مكتوب قال جل بن قائل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله أفورا رحيما أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين وأن يردهم سالمين غانمين وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين والحمد لله في البدء والختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة